سأضرب لكم أمثلة من واقع حوزة الحمير إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وسأبدأ من مرجع كبير جدا يقال عنه من أنه أستاذ المراجع وفعلا فإن العديد من تلامذته صاروا من مراجع الشيعة المعروفين والمشهورين جدا أنني أتحدث عن الميرزى إحسين النائيني المتوفى سنة 1355 للهجرة سأقرأ عليكم قائمة لبعض تلامذته إنني أقرأ من مقدمة الجزء الأول من كتاب أجود التقريرات سأحدثكم عن هذا الكتاب هذه طبعة مؤسسة صاحب الأمر صلوات الله عليه قموا المقدسة وهذه هي الطبعة الثانية ألف أربعمائة وثلاثين هجر قمر في صفحة السادسة والثلاثين تلامذته وهذا أمر معروف هذه الأسماء معروفة جدا من أنهم تلامذة النائين من أشهرهم هذه قائمة للأسماء المشهورة جدا الميرزى مهدي الأصفهاني هذا الذي رفض حوزة النجف ورفض علم أصولها وأسس مدرسة خاصة به في مدينة مشهد والتي تعرف بالمدرسة المعارفية كما هم يطلقون عليها أصحاب هذه المدرسة وقد يقولون عنها المدرسة التفكيكية الذين هم من خارج المدرسة على أي حال الميرزى مهدي الأصفهاني هو هذا الذي وصلت إليه الرسالة من إمام زماننا وبطريقة عجيبة كانت مكتوبة على صدر إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا على أي حال الرجل ترك النجف وترك المنهج الطوسي والكلام يحتاج إلى تفصيل لست بصدده الميرزى مهدي الأصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني من المراجع المعروفين في النجف وكان يفترض أن تكون المرجعية له بعد أبو الحسن الأصفهاني لأن أبو الحسن الأصفهاني قد رشحه للمرجعية من بعده لكن محسن الحكيم هو الذي منعه أن يتصدى للمرجعية وبالقوة وبالقوة من أشهرهم الميرزى مهدي الأصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني والشيخ موسى الخانساري وهو من الأعلام المعروفين أنا لا أريد أن أقف عند كل أحد والميرزى أبو الفضل الخانساري الأصفهاني والشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني والسيد محمود الشهرود من مراجع النجف الكبار والسيد عبو القاسم الخوئي وهذا الكتاب هو تقريرات الخوئي لأبحاث النائين في علم أصول الفقه والسيد عبو القاسم الخوئي والشيخ حسين الحلي وهذا أيضا يقال عن من أنه أستاذ المراجع والميرزى حسن البجوناردي أيضا من المراجع الكبار في النجف وله كتاب معروف كتاب القواعد الفقهية والميرزى باقر الزنجاني والشيخ علي محمد البرجردي والسيد علي مدد القائيني هذه الأسماء معروفة جدا لكنني لا أجد وقتا للحديث عن كل هذه الأسماء والسيد هادي الميلاني وهو اسم معروف بارز والميرزى إحسين السبزواري والميرزى محمد نجل الآخند الخراساني فالمرزى النائيني كان تلميذا عند الآخند الخراساني وكان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا خصوصا في الأمور السياسية والاجتماعية والتبليغية والمرزى محمد نجل الآخند الخراساني وأخوه المرزى أحمد والمرزى أحمد الأشتياني علم من الأعلام معروف جدا والشيخ محمد تقي الآملي هذه الأسماء كلها معروفة معروفة جدا في وسط الحوزوي الشيعي وسيد محمد تقي الخنساري وسيد محمد حسين الطباطبائي إنه صاحب الميزان وسيد مرتضى اللنقارودي والشيخ أبوزرق الأشرف الشاهرودي القائمة طويلة طويلة جدا الكثير من هؤلاء صاروا من مراجع الشيعة في الطبقة الأولى أو من مراجع الشيعة في الطبقة الثانية أو من كبار أساتذة البحث الخارج في حوزة النجف وغيرها هؤلاء هم تلامذته كبار علماء الشيعة ولذا أنه أنه كما يقولون عنه يمثل مدرسة شاخصة في علم الأصول في علم أصول الفقه وإلى يومنا هذا في الدروس الحوزوية تدرس آراءه وتطرح في أبحاث الخارج في حوزة النجف وغيرها حينما يتصد المتصدون لتدريس علم أصول الفقه إذن هو علم بارز في الحوزة الطوسية الخوئ تلميذه ومن أبرز تلاميذه وقد قرر أبحاثه الأصولية التي كان يحضرها فهذه هي الطريقة في تقرير الأبحاث الأستاذ يلقي دروسه والتلامذة المبرزون هم الذين يقررون الأبحاث وتكون هذه التقريرات بمثابة وسيلة لإثبات اجتهاد المقرر عند أستاذه هذا هو الشيء المتعارف عليه في أوساط الحوزة الطوسية الخوئ كان تلميذا مقربا من النائين وقرر أبحاثه في هذا الكتاب وهو كتاب معروف في الأوساط الحوزوية أجود التقريرات إنها تقريرات أبحاث ودروس المرز حسين النائين في علم أصول الفقه في مبحث البراءة وهذه البحوث بحوث مبنائية لا مجال للمزاح فيها ولا مجال للعبث فيها بحسب ما هم يقولون إنني أتكلم بكلامهم في الحقيقة أنا لا أشتري كلامهم بفردة نعل ممزقة وسخة لا أبالي بكلامهم لكنني أنقل لكم كلامهم كي تعرف الصورة كيف هي لا أريد أن أزور في صورتي إنما أنقلها لكم كما هي لا أضيف عليها شيئا ولا أن تقص منها شيئا كي تعرف الحقيقة بشكل واضح وجلي في مباحث البراءة وهي من المباحث المهمة والمبنائية في علم أصول الفقه لاستنباط الفتاوى لاستنباط الأحكام الشرعية بحسب ما هم يقولون النائين جاءنا بآية كما يزعم هو من أنها من آيات القرآن لكنها ليست آية من آيات القرآن أثبتها ثم فرع عليها وأسس عليها مبانيه جاء بآية لا توجد في الكتاب الكريم ولم تذكر حتى في الروايات التي تحدثت عن وجود آيات محرفة كل هؤلاء العلماء كانوا يحضرون درسه لم يعلق أحد منهم لم يعترض أحد منهم لأن الجميع في مستوى واحد من الاستحمار كل هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم من كبار مراجع الشيعة لم يعترضوا على النائين لا في حياته ولا بعد مماته الخوئي نفسه أثبت الآية ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى في تقريرات أبحاث النائين هذا ما هو بخطأ عارض ما نحن كلنا نخطئ أخطاء عارضة يمكن للإنسان أن يحفظ آية وينسى نصها فحينما يذكرها وهو يتصور أن النص الصحيح هو هذا لكنه يذكرها بنحو خاطئ يمكن أن يتلفظها بطريقة خاطئة وهو ليس ملتفتا لخطائه يمكن أن يكتبها ويكون مخطئا في كتابته يمكن أن تكون الآيات متعرضة للأخطاء المطبعية وهكذا كثير الكلام مثلي يكون كثير السقطات وكثير الهفوات وهذا شيء طبيعي إنها طبيعة البشر لكن أن يكون الكلام في دروس البحث الخارج التي يفترض أنها خلاصة التحقيق وليس الكلام يقف عند هذا الحد بل يُعْتَى بالآية ويُعْتَى بالآية وتُجْعَلُ دَلِيلًا في سياق تأسيس المباني هذا أمر مبنائي ويستمر ويستمر في بحث طويل بحث البراءة من الأبحاث الطويلة في علم أصول الفقه ويستمر في بحث طويل وهو يعتقد من أن الآية التي ذكرها موجودة في الكتاب الكريم ولا وجود لآية كهذه التي جاء بها كبار علماء الحوزة كانوا يحضرون درسه والذين أصبحوا مراجع هم الآخرون لا يعلمون أن الآية هذه هي من افتراء المرز النائين ليست من القرآن قطعا هو لم يكن متعمدا في افتراء هذه الآية لكن جهله بالقرآن وجهل هؤلاء العلماء الكبار الذين صاروا مراجع الشيعة وهذا الذي جعل الآية المكذوبة آية صحيحة فبنى عليها المباني وبعد ذلك أثبتت في التقريرات وأثبتها الخوئي وأصر الخوئي على أنها آية من آيات الكتاب وسأقرأ عليكم ماذا قال الخوئي ولا هي بآية ولا هم يحزنون هؤلاء أين نضعهم بحسب الميزان المتقدم هل هم من صنفي رجل الدين الإنسان الذين يتخرجون من هذا المصنع يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو كانوا قد تخرجوا من هذا المصنع لما جاءونا بهذا الافتراء فهذا الميرزا النائيني بقي على افترائه إلى أن مات لأن الآية لم تصحح ولم يتراجع عنها ولم ينبه أحد من كل هؤلاء الأسماء البارزة هذا استحمار أو ليس باستحمار ويأتي الخوع يقرر البحث وماذا بعد ماذا يقول الخوع في مقدمة بحثه أقرأ عليكم هذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل بعد المقدمة وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني أبو القاسم ابن علي أكبر الموسوي الخوع غفر غفر الله تعالى لهما إني دقق النظر معي إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا الأستاذ علم التحقيق ومنبع الفضيلة والتدقيق من إليه ألقت الرئاسة العلمية زمامها وبفضل أبحاثه القيمة تم للعلوم الدينية نظامها حضرة المولى الميرزى محمد حسين النائين قدس الله تعالى أسراره هذا الكلام كتبه مقدمة للتقريرات بعد وفاة النائين وإلا فإنه عرض التقريرات على النائين والنائين أيضا قرضها وسأقرأ عليكم تقريض النائين إذن النائين افترى الآية ولم يلتفت وبقي على جهله إلى أن مات والمراجع الكبار كانوا حاضرين في درسه ولم يلتفت أحد منهم وهذا الخوئ الذي قرر أبحاثه ويقول إني كررت النظر كرر النظر في حياتي النائين وبعد وفاته لأنه هنا يقول قدس الله تعالى أسراره هو كرر النظر حتى بعد موت النائين ويقولون لنا من أن الخوئ يحيط علما بالقرآن ومن أن الخوئ يحفظ القرآن من جوه يضحكونا علينا هو يقول إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا إلى آخره يقول فغيرت بعض عباراته هذا بعد موت النائين لماذا لم يصحح الآية لأن الرجل جاهل هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير ماذا تقولون أنتم فغيرت بعض عباراته توضيحا للمرات مع التحفظ على عدم الاختلال بالمفات وأضفت إليها بعض المطالب التي خطرت ببالي القاصر بمقدار لا يخرج عن عنوان التعليقة على نحو الاختصار هذا يعني أنه قد قرأ الأبحاث بدقة ولذا أضاف إليها ما أضاف ولكنه كان يعد الآية آية من القرآن إنها آية النائين تذكرني بآية عمر بن الخطاب آية الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته هذه آية عمر المعروفة فآية النائين هذه كآية عمر النائين نفسه افترى الآية وبقي على افترائه وأسس عليها مفانيه الأصولية ومات والآية التي افترها كانت موجودة الأعلام العلماء المراجع المشتهدون الفقهاء لم يلتفت أحد منهم الخوئ لم يلتفت إلى هذا الأمر لا في حياة النائين ولا بعد موت النائين وهو هكذا يقول فغيرت بعض عباراته إنه راجع ما كتبه بدقة وإلا كيف يستطيع أن يغير بعض العبارات ما لم يراجع بدقة فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد إلى آخر ما قال النائين هو نفسه لما كتب الخوئ التقريرات وقدمها له قرض التقريرات قرضها أي كتب لها مقدمة مادحة بسم الله الرحمن الرحيم إنني أقرأ من الصفحة التاسعة والأربعين من المصدر نفسه بعد الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته وتحياته على أشرف بريته محمد وآله الأئمة الطاهرين فإن قرة عيني العالم العامل والفاضل الكامل عماد الأعلام وثقة الإسلام صاحب القريحة القويمة والسليقة المستقيمة والنظر الصائب والفكر الثاقب المؤيد المسدد التقي الزكي لا النائين مؤيد ومسدد ولا الخوء مؤيد ومسدد والدليل أنهم يفترون على الله المؤيد المسدد التقي الزكي جناب الأغى السيد أبو القاسم النجفي الخوء أدام الله تعالى تأييداته قد أكمل ما تقدم منه في الجزء الأول من كتابه بما أودعه في هذه الكراريس ولقد أحسن وأجاد في ضبط ما استفاد وحفظه وتحريره بأحسن عبارة خالية عن الإيجاز المخل والإطناب الممل فلله تعالى دره وعليه سبحانه أجره وأقر عينه كما أقر عين الإسلام به وله الحمد على نعمه وآلائه وأفضل صلواته على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد الآبدين وحرره بيمناه الداثرة أفقر البرية إلى رحمة ربه محمد حسين الغروي النائيني في 22 شوال 1351 هجري قمري صحيح هذه المقدمة للجزء الأول ولكن الأجزاء الأخرى قطعا الخوء عرضها عليه مثلما عرض الجزء الأول وليس منطقيا أنه كلما عرض عليه شيئا من التقريرات فإن النائين يكتب له تقريضا هذا ليس معروفا هو تقريض واحد يكتب في الجزء الأول قطعا بقية التقريرات أيضا عرضها الخوء عليه وهذا هو المعمول به في الأوساط الحوزوية الطوسية إذن النائين افترى الآية المكذوبة على الله تعالى وجعلها أساسا في بحثه الأصولي الفقهي وجزعا من مبانيه العلماء الكبار مراجع الطائفة ذكرت لكم محمود الشاهرودي محسن الحكيم محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان الخوء وي وي الميلاني الذي يسمونه بالميلاني الكبير إلى بقية الأسماء التي ذكرتها لكم هؤلاء كانوا يحضرون درسه لم يعترض أحد منهم لم يصحح أحد منهم وحتى الخوء الذي كتبت تقريرات وكرر النظر فيها وغير فيها ما غير وكان ذلك كله في حياة النائين وبعد حياة النائين ومع ذلك بقيت الآية المكذوبة على الله في هذه التقريرات صحيح في السنوات الأخيرة حذفوا هذه الآية وجاءوا بآية من الكتاب الكريم وضعوها بدلاً عن تلك الآية وسنعود إلى هذه المسألة لأن المسألة هذه هي استحمار آخر لأن الآية التي جاءوا بها لا علاقة لها بالموضوع لأن النائين جاء بآية مكذوبة وفرع عليها ما فرع فهؤلاء بعد أن افتضح الأمر بعد مدة زمنية طويلة ماذا فعلوا رفعوا الآية المكذوبة وجاءوا بآية صحيحة لكن الآية لا علاقة لها بالموضوع سأتناول هذا الأمر هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير بحسب موازين القرآن في سورة الجمعة قلت لكم من أن رجل الدين الحمار بحسب القرآن هو الذي يمتلك معلومات صحيحة التوراة كانت صحيحة فماذا نقول لهؤلاء الذين جاءون بقرآن ما هو بقرآن وفرعوا عليه المباني وكتبوا التقريرات وهذا مؤيد مسدد وذلك عملاق عظيم ونتيجة كلهم حمير من أولهم إلى آخر ألا تلاحظون أن الحقيقة واضحة لا تتصور أن الأمر يقف على هذه الواقعة فقط تأريق علماء الشيعة بكامله هكذا أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة تأريق هذه الحوزة بكامله هكذا من أوله إلى يومنا هذا وسأضرب لكم الأمثلة وسأضع الحقائق بين أيديكم ولكن استبروا عليه سأعرض لكم النسخة التي فيها الآية المكذوبة الطبعات القديمة لهذا الكتاب أجود التقريرات إذا كانت متوفرة لديكم فاذهبوا إلى مباحث البراءة ستجدون الآية المكذوبة وتجدون أن البحث ما قبلها وما بعدها جاء مرتبطا بتلك الآية فحينما حذفوها في الطبعات المتأخرة وجاءوا بآية وضعوها بدلا عنها جاءوا بآية صحيحة من القرآن هذه الآية لا تنسجموا مع الموضوع على الإطلاق وسأبين لكم ذلك استحمار فوق الاستحمار هؤلاء حمير وحمير وحمير إذا ما دخلتم إلى الشبكة العنكبوتية لنذهب إلى المكتبة الشيعية رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة هذه صورة الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني للمكتبة الشيعية وهي مكتبة ألكترونية مكتبة معروفة وأعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة الآية وضعناها في مستطيل أحمر رقم الصفحة 166 إذا ما ذهبتم إلى هذا الموقع وكتبتم عنوان الكتاب أجود التقريرات فاذهبوا إلى هذه الصفحة صفحة 166 رجاء قربوا لنا الآية حتى تكون واضحة هذه الآية التي وضعت في المستطيل الأحمر تستطيعون قراءتها قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا لا توجد آية في الكتاب الكريم بهذا النص وبالمناسبة هذه الآية لا يرددها النائين لوحده رددها الذين سبقوا والذين جاءوا من بعده المراجع الذين كانوا في درس النائين رددوا هذه الآية وهي آية لا وجود لها في الكتاب الكريم قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا نذهب إلى موقع آخر إنها مكتبة مدرسة الفقاهة رجاء أن اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة هذه صورة الصفحة الرئيسة لهذه المكتبة الألكترونية وهي مكتبة معروفة مكتبة مدرسة الفقاهة اعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوب تلاحظون أن الآية أيضا وضعناها في مستطيل أحمر وإذا ما نظرتم إلى أعلى الصفحة فإن رقم الصفحة 166 إنه الكتاب نفسه أجود التقريرات ما كتبه الخوئي تقريرا لأبحاث النائين رجاء اعرضوا لنا الآية المكذوبة بنحو المقرب قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا نذهب الآن إلى مكتبة العتبة العباسية المقدسة إنه مركز المعلومات المعلومات الرقمية رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة هذه صورة الصفحة الرئيسة لمركز المعلومات الرقمية إنها مكتبة العتبة العباسية المقدسة اعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة تلاحظون في آخر الصورة رقم الصفحة 166 الآية وضعناها في مستطيل أحمر قربوا لنا الآية تقرؤون قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا نذهب إلى المكتبة الألكترونية لجامعة كربلا رجاء اعرضوا لنا الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني الرسمي لجامعة كربلا هذه الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني الرسمي لجامعة كربلا واعرضوا لنا الصفحة التي هي من كتاب أجود التقريرات تقريرات الخوئ لأبحاث النائين إنها الصفحة التي فيها الآية المكذوبة على الله تعالى من خلال المكتبة الألكترونية لجامعة كربلا هذه الصفحة وتلاحظون أن الرقم في آخر الصفحة هو 166 الآية المكذوبة وضعناها في مستطيل أحمر رجاء قربوا لنا الآية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا عليها بإمكانكم أن تقرأوا قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا الموقع الخامس إنها مكتبة المحسن الألكترونية رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة لهذه المكتبة هذه صورة الصفحة الرئيسة لمكتبة المحسن الألكترونية واعرضوا لنا صفحة الكتاب التي فيها الآية المكذوبة تلاحظون في آخر الصفحة الرقم إنه رقم الصفحة 166 الآية أيضا وضعت في مستطيل أحمر قربوا لنا الآية المكذوب قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميع هذه نماذج المكتبة الشيعية وهي مكتبة الألكترونية معروفة المكتبة الشيعية مكتبة مدرسة الفقاهة مكتبة العتبة العباسية المقدسة إنه مركز المعلومات الرقمية المكتبة الألكترونية لجامعة كربلا وبعد ذلك مكتبة المحسن الألكترونية يمكنكم أن تجدوا هذا الكتاب في العديد من المواقع الألكترونية الأخرى هناك الكثير من المواقع صححت الكتاب وفقا للطبعات المتأخرة فهم رفعوا هذه الآية وجاءوا بآية صحيحة من الكتاب الكريم لكن لا علاقة لها بما أثبته النائين في أبحاثه وما أثبته الخوء في تقريراته نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر